أما الشياطين فهم الكفار من الجن منهم القرين الذي يوكل بالشخص بعد ولادته فإنه يدخل في صدر غير النبي من غير أن يشعر ويوسوس له ويأمره بالشر الوسوسة تكون في الصدر وليس في الأذن الشيطان له حديث بكلام خفي مع نفس الإنسان في الصدر الأذن لا تسمعه هو يحدث النفس فتفهم عنه لكنه لا يعلم الغيب ولا يعلم بما يحدث به الشخص نفسه والقرين يلازم العبد إلى وفاته ليلا ونهارا فإذا بات العبد بات القرين على خيشومه الذي هو منتهى الأنف فإذا استيقظ العبد يقفز القرين إلى جهة الصدر لذلك يستحب عند الاستيقاظ إذا توضأ الشخص أن يبالغ في الاستنشاق لإزالة أثر مبيت القرين هناك إلا أن يكون صائما أما القرين الذي مع الأنبياء فلا يستطيع أن يدخل في أجسادهم ولا يبيت عند خياشيمهم إنما يدور حولهم ويوسوس لهم من الخارج والشيطان ليس له سلطان على الأنبياء ولا على الأولياء فلا يستطيع أن يغرقهم في المعاصي ترجمة نانسي قنقر